أكد خبراء اقتصاد يونان الخلافات السياسية تسببت بانهيار المشهد الأمنية في العراق وإلى إرباك القطاع النفطي ما ينعكس سلبا على الاقتصاد العراقي وقال الخبير النفطي كوفينت شيرواني إن الهدرة في المنطوج النفطي يأتي بسبب سوء إدارة النفط في المناطق الجنوبية إضافة إلى توقف عمل عدد من الحقول النفطية نتيجة الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان ما يكبد العراق خسائر يومية تقدر بأربع مليون دولار توجد هدر وخسائر نفطية في جراء سوء إدارة هذا القطاع في أغلب المفاصل أحدهما ما نقل من وسائل الإعلام على وجود إهدار لكميات النفط الخام في حقول الجنوب تقدر بستين مليون دولار ويوجد هدر بأشكال عديدة في أماكن مختلفة من العراق على سبيل المثال ورد الاتفاق النفطي لحصل بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية لإعادة تشغيل وتصدير النفط من حقول نفط كرهوك هذه الحقول توقف إنتاجها وتصدير منها منذ شهر آذار هذا العام وبالتالي إذا اعتبرنا الإنتاج كان بحدود معدل 150 ألف برميل باليوم فالخسارة اليومية هي 4 ملايين ونص دولار فممكن نحسب إلى 6 شهر جد كانت الخسارة المهم في القطاع النفطي أن يدار بشكل كفو وبشكل مهني وبشكل علمي وبعيد عن كل التجاذبات السياسية والخلافات الإدارية من أي نوع كانت ترجمة نانسي قنقر